موسيقى قبل ما أقول لكم موقف الفريتين في المجموعة خلينا أقول لكم تاريخ الأهلي في دور أبطال أفريقيا الأهلي كل مباريات في دور أبطال أفريقيا لعب 254 مباراة 254 مباراة فوز 124 مباراة خارج أرض الأهلي أو خارج ديارة المصرية 27 مباراة تعادل 75 مباراة هزايم 55 مباراة أهداف الأهلي في دور أبطال أفريقيا دور أبطال أفريقيا بس لأن طبعاً تعرفين يعني بطولات الأفريقية دور الأبطال وأبطال القوز الزمان والمسمى الحديث اللي هو كونفدرالي فأهداف الأهلي في دور أبطال أفريقيا 381 هدف عليه 197 هدف مشوار الأهلي بقى في كل البطولات الأفريقية مشوار الأهلي في كل البطولات الأفريقية لعب 334 مباراة فاز في 167 مباراة خارج أرضه 35 مباراة تعادل في 91 مباراة هزايم 76 مباراة أهدافه 494 هدف يعني باقي 6 أهداف والأهلي يوصل لـ 500 هدف أهداف اللي عليه 255 هدف الهدفين للأهلي على مستوى أفريقيا كابتن محمود الخطيب 37 هدف الهدف التاريخي للنادي الأهلي بعده أبو تريكا 32 هدف عماد متعب 28 هدف فلافيو 18 هدف حسام حسن 17 هدف بركات 17 هدف أيمن شوقي 15 هدف كابتن طهر أبوزيت 13 هدف دول الهدفين التاريخين للنادي الأهلي أقول لكم كمان موقف فقال فرقتين في المجموعة قبل ما نستقل بالضيوف كابتن حمد صدي وكابتن أسام عربي وكابتن محمد حشيش عايز أقول لكم أن في الصدارة لحد دلوقتي بعد أربع مواجهات الترجي بعشر أهداف أبأسف عشر نقاط عنده تمن أهداف وعليه تلاتة الفارق خمسة فاس في تلاتة وتعادل في واحدة الأهلي عنده سبع نقاط لعب أربعة فاس في اتنين تعادل واحدة خسارة واحدة عنده أربع أهداف وعليه هدفين الفارق هدفين واللي هو سبع نقاط كامبالا سيتي عنده تلات نقاط لعب أربع مواجهات فاس في واحدة خسارة تلاتة تعادل ما فيش عنده أربعة وعليه خمسة مينس واحد تاونشيب عليه أو لعب أربع لقاءات فاس في واحدة تعادل ما فيش خسارة في تلاتة عنده هدفين وعليه تمانية مينس ستة ونقاطه تلاتة طيب الفارق دلوقتي في المجموعة ما بين الأهلي والترجي تلات نقاط وفارق أهداف كمان لصالح الترجي معنى كده أن الأهل لو كسب هيوصل مثلا لو كسب إن شاء الرحمن واحد سفر هيوصل للنقطة العشرة هيبقى زي الترجي تبليه تفوق على الترجي هنا بقى هيعملهم المواجهة المباشرة الحساب مش هيبقى أنت ليك خمسة ولا ليك سبعة ولا ليك عشرة فرق وأنا ليه هدفين أو تلاتة فرق فأنت أكتر مني لكن المواجهات المباشرة تبقى الصالح للأهلي لأن الأهل تعادل مع ترجي هنا في برج العرب يبقى أي فوز للأهلي واحد سفر اتنين واحد تلاتة اتنين أي فوز للأهلي بفارق هدف يدي له صدارة المجموعة على بركة الله وتوفينا يبدأ الأهلي المباراة النهاردة بإذن الله بإذن الله كل التوفيق للأهلوية نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن حمادة وكابتن أسامة عربي وكابتن محمد حشيش نتكلم على كل تفصيلة تخص لقاء زعيم القرى التونسية وشيخ القرى التونسية مع زعيم القرى المصرية والعربية والإفريقية الأهلي المصري